معنا دكتور نسأل سؤال نبدأ به حلقتنا وسؤال قصير ولكنه مفاجأة وصادم لكن سنستفيد من إجابتك لماذا الإعجاز الألمي؟ ذكرت الآية الكريمة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواه نعم اليوم الحرب على الإعجاز وعلى الإسلام بشكل عام ماذا يستخدمون فيها؟ الأفواه الإعلام الكلام صحيح فهي حرب كلامية فقط مواقع التواصل الفضائيات وغير ذلك طيب النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتنبأ بأنه سيأتي زمن تشتعل فيه حرب على الإسلام بالأفواه فقط سبحان الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هذه الآية الكريمة تنبئك أيها المؤمن لا تحزن فهذه الحرب استمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها وسوف وسوف تفشل الله أكبر نحن الآن حسب مركز بيوري سيرتش الأمريكي الشهير جدا والموقع الإحصائي رقم واحد الموثوق بالنسبة للعلماء والباحثين نعم يقول بالحرف الواحد في آخر إحصائية العام الماضي 2017 نعم الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا على الإطلاق الحمد لله رب العالمي حقيقة علمية جميل نسبة انتشار الإسلام تصل أحيانا في بعض الدول مثل أستراليا إلى أربع مئة بالمئة يا الله وفي كندا أكثر من مئتين بالمئة وفي أمريكا أيضا نسبة عالية في أوروبا في فرنسا ففي عام 2050 ستصبح أوروبا قارة إسلامية يستطيع أن يرى الجداول والمخططات والإحصائيات بيانيا أو رقميا أمام هذه العظمة للإسلام الذين درسوا الإسلام في الخارج وأسلم هل عبثا أليس لديهم عقول علمية هل ينتشر الإسلام بالسيف الآن بينهم أبدا من الذي يقنعهم العلم لأن الإسلام تعاليم الإسلام قوتها في ذاتها هي قوية بذاتها لا تحتاج لمن يدافع عن الإسلام محمد الله مجرد أنك تتحدث بتعاليم الإسلام سوف تجد من يكره هذا الإسلام يحاربك مباشرة ليس لشخصك ولكن للتعاليم التي تحملها لماذا؟ لأن الإسلام يأمر بالطهارة مثلا يعني الإسلام يأمر بالعفاف جميل الابتعاد عن الشذوذ عن الزنا الإسلام يجبرك أن تبرأ بويك حتى ولو جاهدك أن تشرك بالله قال وصاحبهما في الدنيا معروفة عظيم حتى وهو يجاهدك صاحبهما تصور هذه القيمة العالية الله أكبر في اليابان هناك ملايين العجزة أصبحوا عبئا على الدولة يكلفون مليارات الدولارات سنويا يريدون أن يبعدوهم إلى الريف ليتخلصوا من عبئهم عدم بر الوالدين يكلف الدولة مليارات الدولارات تصور هناك خسائر مادية أيضا ينفقون مليارات يا سبحان الله على الإسلام جميل إذن هذه المبادئ كلها لا يريدها الملحد لماذا؟ لأنها عكس ما هوى يطمح أو يهوى نعم يقول تبارك وتعالى وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ لا إله إلا الله يعني مثلاً انظر إلى صوت الأذان هذا الصوت الرائع الذي كان سبباً في إسلام الكثيرين نعم هناك من ينزعج منه هناك من يعني لا يرغب بسماعه مع الأسف يشْمأز قلبه لذلك سبحان الله في كلمات الأذان هناك إعجاز يسحر القلوب الله أكبر يعني تصور أنا أريد أن أخاطب الملحدين الذين يدعون أن النبي هو الذي اخترع الإسلام فقط بمعجزة الأذان هذا الأذان من أين جاء به النبي طبعاً هو وحي من الله سبحانه وتعالى الأذان فيه إعجاز عددي يتناسب مع معنى الكلمات الموجودة في هذا النص الرائع إعجاز عددي في الأذان نعم نحن نؤذن أو المؤذن يؤذن في اليوم خمس مرات صح؟ صحيح ونقيم الصلوات خمس صلوات خمس صلوات نعم والصلاة طبعاً فرضت ليلة الإسراء والمعراج نعم لعظمها نعم في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً دعني أتأمل معك فقط بعض هذه العجائب جزء يعني من هذه العجائب لندرك عظمة هذا الأذان ولماذا يكره هؤلاء الملحدون يكرهون كلام الله وهذا الأذان دعني أتأمل معك هذا النص الإلهي الرائع جميل لكلمات الأذان وعلاقته بأشهر السنة لأنه لا ينقطع على مدار السنة في كل مكان سبحان الله حسب قطوة العرض الأذان مستمر نعم مستمر سبحان الله هذا الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة حي على الفلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لدي هنا 12 مقطعا بعدد أشهر السنة فهو لا ينقطع أبدا الدهر وآخر عبارة هي لا إله إلا الله التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من بعد لا إله إلا الله ختم بـ 12 حرفا لا إله إلا الله تتألف من 12 حرفا جميل جميل ومحمد رسول الله تتألف من 12 حرفا شتوازن رائع ده ما شاء الله وكلمة شهر ذكرت في القرآن منفردة 12 مرة أيضا بعدد أشهر السنة هذا التناغم سبحان الله إذن أنا لدي أولا بناء هندسي يتعلق بأشهر السنة ولكن هذا البناء لابد أن يتعلق بعدد الركعات والصلوات وصحيح ومضاعفة الأجر لنرى اللوحة التالية لنكتشف هذه العجائب سبحان الله وهذه الغرائب التي يعني الأذان يتألف من خمسين كلمة جميل الأذان يرفع كم مرة خمس مرات والحسنة بكم عشرة أمثالها في القرآن إذن خمسة مضروف في عشرة يساوي خمسين فهو خمسين كلمة سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطبه الله سبحانه وتعالى قال له هي خمس وهي خمسون خمس صلوات وخمسون ولكن في الأجر خمسون لذلك جاء هذا الأذان مضاعفاً عشر أضعاف أوقات الصلاة خمسين كلمة ليقول لك إن الحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها نتابع اللوحة التي بعدها فقط لنكتشف ماذا يمكن أن نرى نعم نحن نعلم أن عدد الركاعات المفروضة سبعة عشر ركعاً في اليوم والليلة نعم وعدد الحروف المستخدمة في بناء الأذان بناء كلمات الأذان هي سبعة عشر حرفاً من حروف اللغة فقط استخدمت في الأذان سبحان الله وهي الألف اللام الهاء الكاف الباء الراء الشين الدال النون الميم الحاء السين الواو الياء العين الصاد ألفاء الله تعالى لم يستخدم كل حروف اللغة العربية استخدم عدداً من حروف اللغة يساوي عدد الركاعات المفروضة ليركب منه هذا الأذان الذي هو نداء للصلاة بعد هذا الكلام يا دكتور نقف متعجبين منبهرين لا يمكن هذا النظم حروفاً وكلمات والأذان ليس صورة من صورة القرآن الأذان هو ما أراده الله تبارك وتعالى نداء للمسلم للمسلم حتى يرى على الصلاة إذن نحن رأينا أن الله تعالى عندما بنى هذا الأذان بناه بطريقة هندسية تتناسب مع الهدف منه جميل ومع معاني كلماته جميل هذا الأذان يجب أن يرفع على مدار السنة 12 شهراً فجاءت مقاطع الأذان عددها 12 سبحان الله هذا الأذان يجب أن تؤدي بسببه خمس صلوات والصلاة بعشر أمثالها إذن عشرة في خمسة بخمسين فجاء خمسين كلمة لا سماع الأذان أنت تصل الصبح ركعتين الفجر نعم وأربعة الظهر الظهر وأربعة العصر العصر عشرة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة المجموعة سبعة عشر ركعة هذا الأذان الله سبحانه وتعالى اختار من حروف اللغة العربية سبعة عشر حرفاً ليبني هذا الكلام الرائع حروف اللغة مناع عشرين حرفاً والأذان فرض ليلة الإسراء والمعراج ورقم سورة الإسراء في القرآن سبعة عشر عجيب يا دكتور هاي يعني تناغم بين الأذان وبين القرآن الله أكبر أكثر كلمة تكررت في القرآن هي اسم الله وأكثر كلمة تكررت في الأذان هي اسم الله تحب أن نرى لغة الأرقام لكي يستيقم معنا مشاهد الكريم إذا علمنا بأن عدد أشهر السنة إثنى عشر وأن هذا الأذان يرفع على مدار السنة فإن عدد المقاطع هو إثنى عشر وختم هذا الأذان هذه المقاطع الإثنى عشر ختمت بعبارة هي خير ما قاله النبيون لا إله إلا الله تتألف من إثنى عشر حرفاً تناغم لأنتقل بك إلى اللوحة التالية لنرى كيف رتب الله هذه الكلمات وكيف رتب هذه الحروف وكيف أحكم بناءها انظر الأذان يبدأ بإسم الله وينتهي بإسم الله هذا يدل على أن الله هو صاحب هذا الأذان تقول الله أكبر أول شيء أول شيء الله آخر شيء لا إله إلا الله تبدأ بأله وتنتهي بأله سبحانه وتعالى لذلك يعني دعني أتابع معك وأتأمل هذه الروائع فعلاً يعني الإنسان الذي له عقل ينبغي أن يتأمل أكثر كلمة تكررت في الأذان هي اسم الله أحد عشر مرة انظر واحد وواحد العدد أحد عشر هو العدد الوحيد الأولي الذي يتألف من واحد لواحد واحد وواحد عدد لا يقبل القسم إلا على نفسه وعلى واحد الله أكبر وأكثر كلمة تكررت في القرآن هي اسم الله تكررت 2699 مرة وهو أيضاً عدد أول لا يقبل القسم إلا على نفسه وعلى واحد ألا يدل على أن صاحب هذا الكلام هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إذن هذا التناغم وهذا التوافق والتطابق بين القرآن وبين الأذان يدلك على أن المصدر واحد أنتقل بك إلى مزيد من العجائب لكي نرى وهذا القليل هذا القليل مما سنعرضه لو قمنا بعد حروف الله تعالى في الأذان الألف اللام ألهاء سوف نجد 112 حرفاً عدد حروف الله يعني الألف كم مرة واللام والهاء هذه حروف الله تعالى الحروف الأبجدية لإسم الله لإسم الله ثلاثة أحروف عددها 112 نفس رقم سورة الإخلاص قل هو الله أحد وآخر سورة ذكر فيها اسم الله في القرآن هي قل هو الله أحد يعني أول مرة ذكر اسم الله في سورة الفاتحة نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وآخر مرة في سورة قل هو الله أحد عدد السور 112 نفس عدد حروف اسم الله في الأذان. التناغم يعني التناغم سبحان الله. نعم نعم. دعني أنتقل بك إلى القرآن الكريم. نحن نعلم أن الإنسان أو المؤمن يركع لله سبعة سبعة عشرة مرة. نعم. في اليوم والليلة. عدد الركعات المفروضة. نعم سبعة عشر. كل ركعة فيها ركوع وسجود. سجودين. نعم. إذن كم مرة تركع لله في اليوم. سبعة عشر. سبعة عشر. وتسجد أربعة وثلاثين. وتسجد أربعة وثلاثين. هذه حقيقة. دينية معروفة. يطبقها. نعم. طيب في القرآن الكريم وردت كلمة اركعوا كثيرا. وأسجدوا كثيرا. ولكن اركعوا وسجدوا مرة واحدة فقط. في أواخر سورة الحج. يقول تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا. وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن الآية الوحيدة التي جمع فيها بين الركوع والسجود. اركعوا وسجدوا. بهذه الصيغة طبعا. هناك سياغ أخرى في القرآن. ولكن كأمر للمؤمنين. اركعوا وسجدوا. وردت في هذا الموضع. طيب أنا لو أردت كمهندس أن أضع هذه الآية في موضع يتعلق بعدد الركعات وعدد السجدات. ماذا أفعل؟ يجب أن أختار موقع مناسب. نعم. أين وضع الله هذه الآية؟ وضعها في الجزء 17 الحزب 34. ترتيب. لا تعلم. ترتيب إلهي. سبحان الله. أقم الصلاة تكررت في القرآن. نحن كم مرة نقيم الصلاة؟ في اليوم والليل. خمس مرات. آه. خمس مرات. الأمر الإلهي. أقم الصلاة ذكر في القرآن خمس مرات بالضبط. فقط. بعدد الصلوات الخمس. أقيموا الصلاة 12 مرة بعدد أشهر السنة. أقيموا بالجمع. نعم الله. لأن الأذان يقام في كل الكرة الأرضية. خمس زائد 12 يساوي 17. هو عدد الركعات المفروضة. إذن أنت هنا لست أمام كتاب عادي ولا كتاب معجز. هو ما فوق الإعجاز. هو ما فوق الإعجاز. من يعترب على كلمة إعجاز نقول له إن هذا القرآن لو كان هناك كلمة ما فوق الإعجاز استخدمناها. ولكن هذه حدود اللغة. بزاك الله على هذا الفتح. كل خير. بارك الله. بطرنا الغالي.